موسيقى مواضيع وأحداث عديدة شهد هذا الأسبوع نتوقف عند أبرزها ونبدأ من المفاوضات بشأن ملف إيران النووي قيل إنها مفاوضات صعبة ومعقدة بالرغم من إشارات التفاؤل الحذر التي صدرت من هنا وهناك عدد أجهزة الطرد المركزي ونسبة تخصيب ورفع العقوبات مسائل خلافية سترحل إلى مفاوضات بيان لكن السؤال أين تكمن العقد وما الذي يعيق الاتفاق هل هي المسائل الفنية أم أن الأمر أكبر من ذلك بكثير محطتنا الثانية نتوقف فيها عند خطاب ملك المغرب حول ملف الصحراء الغربية هو عاد وحمل الجزائر مسؤولية عدم التوصل إلى حل مما طرح تساؤلات عن مغزى الخطاب ودلالات توقيته في وقت يشهد فيه البلدان عدوا مشتركا هو الإرهاب بكل الأحوال فأن الخطاب عاد إلى الواجهة قضية الصحراء الغربية والسؤال أين دور الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي من هذا الملف ولماذا هددت جبهة بوليزاريو بالعودة إلى حمل السلاح ضد المغرب محطتنا الأخيرة من لبنان والمنطقة حملات لا تتوقف لاستئصال مرض شلل الأطفال في عموم منطقة الشرق الأوسط والتهاب الكبد الوبائي يهدد النازحين السوريين في مخيمات عرسال ماذا تقول الجهات الرسمية فيما تم القيام به حتى الآن أهلا بكم إلى العد العكسي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هل نصل إلى تاريخ الرابع والعشرين من نوفمبر الحالي من دون تواصل إلى اتفاق بشأن ملفها؟ في إيران النووي سؤال يتردد على ألسنة كثيرين استماع مصقط الأخير لم يستطع حل المسائل الخلافية بين إيران ومجموعة خمسة زائد واحد هي نسبة تخصيب اليورانيوم عدد أجهزة الطرد المركزي وطريقة رفع العقوبات عن طهران إيران تريدها دفعة واحدة في حين يصر الغرب على التدرج في ذلك بكل الأحوال فإن المفاوضات مستمرة وقيل إن كاثرين أشتون بقيت في مصقط والكل سيكون بانتظار جولة المفاوضات الجديدة في الثامن عشر من نوفمبر الحالي في فيينا كلام نائب وزير الخارجية الإيراني كان لافتا عندما قال متفائلون بالتوصل إلى اتفاق بحلول الرابع والعشرين من نوفمبر الحالي ما مصدر هذا التفاؤل في وقت يتحدث فيه مراقبون عن ثلاثة سيناريوهات محتملة إما التوصل إلى اتفاق شامل أو تمديد المهلة المحددة في الاتفاق الإطاري السابق أي لما بعد الرابع والعشرين من الجاري وإما تفجير المفاوضات برمتها أي السيناريوهات الأكثر ترجيحا وهل الحديث يقتصر على الأمور الفنية والتقنية أم أن الأمر أعقد من ذلك بكثير وربما يرتبط بكامل ملفات المنطقة معنا للحديث عن هذا الموضوع من واشنطن سيد ديفيد بولوك الباحث في مؤسسة واشنطن لدراسات الشرق الأوسط ومن طهران معنا حسن هاني زادة رئيس تحرير وكالة مهر الإيرانية أهلا بكما أبدأ من واشنطن مع سيد ديفيد لماذا برأيك سيد ديفيد لم يستطع الطرفان حل ولو جزء من المسائل الخلافية العالقة أنا أعتقد أنه بصراحة المشاكل صعبة جدا والخلافات بين الطرفين ما زالت عميقة وصعبة لتسوية على طول ولذلك أنا أعتقد أن السيناريو أكثر احتمال هو تمديد المفاوضات كمان مرة نحن نتوقع في واشنطن أن يبقى الاتفاق الجزئي والمؤقت كمان كم أشهر والاستمرار المفاوضات حتى أنا أعتقد أنه هناك احتمال بشكل يعني مجرد للاتفاق ولكن الحقيقة أنه الطرفين مصران على أرائهم وحتى الآن في ظل هذا الإصرار سيد ديفيد واحتمال الوحيد هو حل وسط هو الحل الوسط أين يمكن تلين المواقف تحديدا بالنسبة للولايات المتحدة وسأسأل عن هذه النقطة سيد حسن بعد قليل أين يمكن للولايات المتحدة التراجع أو تلين موقفها في ظل ما حصل داخليا وفوز الحزب الجمهوري اليوم وزيادة الضغط على باراك أوباما تحديدا نعم هذا سؤال جيد جدا وأنا أعتقد أنه بالحقيقة أنه على الرغم من فوز الجمهوريين في الكونغرس في الانتخابات النصفية من أسبوعين الحقيقة أنه دائما في السياسة الخارجية الأمريكية المبادرة عند بيت الأبيض وليس عند الكونغرس والحقيقة أنه أنا أعتقد أنه رأي العام الأمريكاني والبيت الأبيض مع بعض يفضلان الاتفاق على تفجير المفاوضات أو على سيناريو آخر مثلا مواجهة عسكرية أو أي مواجهة مباشرة بين إيران والولايات المتحدة في المستقبل ولذلك أنا أعتقد أنه هناك يبقى الآن مجال لحل وسط ولتنازلات ولكن تنازلات متبادلة لا يمكن التنازلات أحدية من قبل الولايات المتحدة ولذلك هناك من الضروري التنازلات أو التغيرات في طرفين الاثنين اسمح لي هنا أن أنتقل إلى سيد حسن بسعود إليك أنا أعتقد أن هناك احتمال الارتفاع سيد حسن هانيزادة استمعت إلى ما قاله سيد ديفيد بولوك وواضح أن الولايات المتحدة بانتظار تنازل أو تليين في الموقف الإيراني بالرغم أن الموقف الإيراني واضح جدا خاصة بعد الرد الذي رأيناه على رسالة أوباما للمرشد الأعلى في الرد حسب ما تناقلت بعض الصحف الأجنبية تقول إيران لا يمكن أن نقبل أن يكون برنامجنا نووي شكليا رمزيا ديكوريا تزينيا فقط ما المقصود بذلك؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير بداية حقيقة أن إيران قدمت بما يكفي من التنازلات أمام الدول خمسة زايد واحد ولكن هناك ضغوطات من غبل اللوبي الصهيوني على الإدارة الأمريكية وهذه الإدارة حقيقة وبالتحديد الرئيس الأمريكي باراك أوباما يريد أن يكون هناك حل سلمي للملف النووي الإيراني ولكن بما أن الخارجية الأمريكية وأيضا الكونغرس الأمريكي وبعض المؤسسات في الولايات المتحدة محكومة بإرادة اللوبي الصهيوني وإملاءات اللوبي الصهيوني فالبيت الأبيض لا يستطيع وحده إتخاذ أي غرار بالنسبة لموضوع الملف النووي الإيراني إيران تعاملت خلال السنوات الماضية مع الدول خمسة زايد واحد ومع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل شفاف وفتحت كل منشآتها النووية أمام المفاتشين الدوليين وكل التغارير الآن الموجودة في مجلس الحكام ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشير أن إيران تعاملت بشكل شفاف وليس لديها أي نواية لاستخدام الطاقة النووية لأغراض عسكرية وهذا ما ثبت من خلال الغيام المفاتشون الدوليون لتفتيش منشآت إيران النووية والتغارير الموجودة ربما هذا جزء من الكلام صحيح ولكن عادت إيران ورفضت التفتيش في بعض مواقعها العسكرية موقع بارشين ربما على سبيل المثال وقالت وقتها إيران أن تم تفتيش الموقع أكثر من مرة في 2005 ولكن هذا يطرح أيضا ربما شكوك لدى الغرب أنه لماذا تمتنع الآن أو ترفض الآن إيران المتابعة تفتيش منشآتها العسكرية منشآتها النووية يعني إيران نعم إيران فتحت كل منشآتها النووية هناك عشرات وبل مئات المرات غامى المفاتشون الدوليون بتفتيش المنشآت النووية الإيرانية موقع بارشين هو موقع العسكري ليس له علاقة بالشق النووي فموضوع النووي موضوع فني بحث وإيران تعاملت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولكن بعض الدول الأخرى حتى أن بعض الدول الغربية مثل فرنسا وألمانيا وأيضا بريطانيا وصلت إلى هذه النتيجة بأن إيران قدمت تنازلات جمع فيما يتعلق بنشاطاتها النووية وغامت بتخفيض مستوى تخصيب اليورانيوم من 20% إلى 5% وهذا ما كانت إيران ترفضه في السابق فلذا الآن الكرة في ملعب الولايات المتحدة وعلى الولايات المتحدة أن تتخذ غرار ومصير حاسم خلال هذه الفترة بعيدا عن إملاءات اللوبي الصهيوني هو الولايات المتحدة أم الاتحاد الأوروبي دعني أتحول بسؤال إلى سيد ديفيد بولوك من يعارض رفع العقوبات في المقام الأول عن إيران أو من لا يناسب التواصل الآن إلى اتفاق مع إيران الاتحاد الأوروبي أم الولايات المتحدة سيد ديفيد أولا أنا أريد بكل الإحترام أنا أريد أن أرفض كلمة وجملة المصطلحات اللوبي الصهيوني هذا مستحيل ونحن لا نتحدث مثلا على اللوبي الشيعي في تهيران ولماذا نتحدث دائما على اللوبي الصهيوني أو اليهودي في واشنطن هذا مرفوض لا الوقاعة هي من يتحدث سيد ديفيد نحن نعرف أن أكثر من 90% من الإعلام مثلا يسيطر عليه من قبل اللوبي اليهودي وهذا معروف وهكذا الفن وهكذا السينما وهكذا الأمور الأهم لو سمحت يا مديرة هذا معروف ولكن أكذوب هذا مستحيل هذا غير منطقي هل في فرنسا مثلا في باريس هل هناك اللوبي صهيوني اللوبي يهودي في باريس وعشان هيك لماذا فرنسا كمان ترفض الموقف الإيراني هذا غير منطقي مطلقا وأنا أرفض ذلك مطلقا طيب دعنا في المسألة النووية نحن أحسن وأفضل أن نحن نتحدث عن المواقف بدون اعتبار باللوبيهات المزعومة هذا أنا أعتقد هل تقبل الولايات المتحدة سيد ديفيد مثلا مدام رفوض مدام تلام إيران على عدم السماح لمفاتيشي الوكالة الدولية بدخول إلى موقع عسكري مثل موقع باشين هل تقبل الولايات المتحدة مثلا أو أي دولة في العالم أن يتم الكشف عن معلومات حساسة سرية علمية عسكرية في مواقع تابعة لها؟ نعم طبعا هناك في الولايات المتحدة مثلا بين الولايات المتحدة وفي الماضي ما يسمى الاتحاد السوفيتي والآن الروسيا هناك اتفاقيات وهناك التفتيش متبادل بينهما وهناك تبادل المعلومات الاستخبارية بينهما من أجل التأكيد عن الإجراءات النووية أو إجراءات عسكرية أخرى وهذا طبيعي وهذا عادي في العلاقات الدولية دائماً ولذلك حسب الأمم المتحدة ليس حسب الولايات المتحدة الأمم المتحدة هي التي تسر على الدخول إلى إيران وإلى انفتاح وفتح كل المفاعل النووية والعسكرية الأخرى وهذا أنا أعتقد حسب القوانين الدولية وحسب الاتفاقيات والمؤهدات التي وقعتها إيران نفسها من قبل نعم اسمح لي أن أطلع المشاهد قليلاً على مسألة تقنية فنية طبعاً من بين الأمور التي يتم الحديث عنها أجهزة الطرد المركزي وقال أن إيران طالبت بعشرة ألاف طرد مركزي فيما الغرب سمح لها فقط بخمسة ألاف طرد مركزي ما هو الطرد المركزي أولاً على الشاشة ستتوضح رسمة تقريبية للطرد المركزي هو يستخدم في المختبرات الطبية بشكل أساسي لفصل مكونات الدم عن بعضها هنا لا نتحدث عن دم بالطبع نتحدث عن غازات العمل فيه قوة الطرد المركزي تجعل الجزائيات الأكثر كثافة في الوزن في قعر الأنبوب ثم الأقل كثافة وهكذا يحتوي على محرك كهربائي يدور بسرعة عالية يمكن التحكم بسرعاتها حسب الحاجة الموتور بداخل هذا الطرد يدور بسرعة ألفين إلى ثلاثة ألاف دورة بالدقيقة الواحدة يعتمد الدوران على الوقت المحدد عن طريق التايمر أي يدور حسب الوقت الذي يسمح به التايمر ويبدأ بنصف دقيقة ينتهي بعشر دقائق عند الدوران تتم عملية المزج أي فصل المواد حسب الكثافة يعمل الجهاز بنظام الفولت 220 و110 هناك أنواع عديدة من الأجهزة حديثة إلكترونية تعمل باللمس وهناك الأجهزة العادية صحيح ما تردد سيد حسن هاني حول عدد أجهزة الطرد المركزي إيران تريدها عشرة ألاف فيما الغرب حددها فقط كحد أقصى بخمسة ألاف نعم كان هذا الموضوع هو موضوع خلاق بين إيران وبين السوداسية بشأن كمية أجهزة الطرد المركزي الآن يبدو أن الدول الغربية وافقت على أن يكون لدى إيران أجهزة الطرد المركزي يصل عددها إلى سبعة آلاف أجهزة الطرد المركزي وهذا ما يعتبر تنازلا من غبل إيران غدمته خلال المفاوضات السابقة فإيران الآن تريد أن يكون لديها عشرة ألاف من الأجهزة الطرد المركزي ولكن الدول الغربية أصرت على أن تكون إيران لديها أغل من ستة ألاف والآن الاتفاق توصل إلى أن العدد يصل إلى سبعة ألاف هذا الموضوع التغني تم تلافيه وتجاوز هذا الموضوع خلال المفاوضات السابقة الآن الموضوع يبدو أن أكثر تعقيدا وهو موضوع رفع العقوبات عن إيران حيث أن الولايات المتحدة أعلنت بأنها تريد تجميد العقوبات إلى فترة محددة ولكن إيران تريد رفع العقوبات بشكل نهاي وخلال فترة معينة فلذا الموضوع هو موضوع سياسي بحث ولا يتعلق بالموضوع موضوع أجهزة الطرد المركزي فهذا الموضوع تم حسمه وهنا وصلنا ربما إلى لب الموضوع سيد ديفيد بولوك سمعنا وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يقول أن الموضوع النووي الإيراني لا علاقة له لا ارتباط له بمسائل خلافية أخرى في حين لما حبرك أوباما بشكل واضح إلى ذلك وقال أن الاتفاق سينعكس بشكل إيجابي على ملفات المنطقة في تناقض واضح بالكلام الأمريكي حول حول المفاوضات للأسف الشديد هذا صحيح أنا أعتقد أن التصريحات الأمريكية متناقضة جزئيا والحقيقة أنا أعتقد شخصيا أن هذا يقص الخلافات الداخلية الأمريكية داخل الإدارة الأمريكية وداخل الكونغرس وداخل كمان الرأي العام الأمريكاني ولكن على رغم من كل ذلك أنا أعتقد أن الحقيقة الآن كذلك أولا الملف النووي يجب أن نصل إلى اتفاق بدون اعتبار بخلافات أخرى أو بقضايا أخرى في المنطقة ولكن بعد اتفاق على الملف النووي هناك احتمال جيد لتحسين الجو والعلاقات بين أمريكا وإيران والتفتيش من جديد على المشاكل أو القضايا الأخرى في المنطقة وهذا أنا أعتقد طبيعي كمان هناك أولا خطوة خطوة يعني الخطوة الأولى الاتفاق على المنف النووي وحل وسط لهذا الملف وبعد ذلك هناك أنا أعتقد سوف يكون احتمال جيد لأول مرة بصراحة للمفاوضات أو المحادثات التشورات على الملفات الأخرى نعم استمع لو سمحت سيد ديفيد إلى ما قالته صحيفة واشنطن بوست منذ أيام تقول في حال فوات موعد الرابع والعشرين من نوفمبر الحالي دون التواصل إلى صفقة أو التمديد فإن هذا سيحكم على الاتفاقية المرحلية بالموت وسيسد ضربة للجهود الدولية للتواصل إلى اتفاق تتابع الصحيفة على الكونغرس الموافقة على رفع العقوبات الأمريكية عن إيران الآن لأن هذا الهدف يصعب عاما بعد عام إن فرض المزيد من العقوبات على إيران قد يجعلها تغادر طاولة المفاوضات والجميع يؤكد أن الصفقة المطلوبة في متناول اليد يعني كما قال تماما سيد حسن هنزادة الكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة نعم تماما سيد حسن هنزادة الكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة صح ولكن وأنا أتفق مع هذه النظرية أنا أعتقد أنه الآن ما دامت المفاوضات مستمرة أنا أعتقد أنه إزدياد العقوبات خطأ ولكن الحقيقة كما أنا ما قلت من قبل المبادرة في السياسة الخارجية أميكية في البيت الأبيض وليست في الكونغرس ولذلك وهذا أنا أعتقد العقوبات في هذا الوضع أيضا يعني لو قرر البيت الأبيض عدم إزدياد العقوبات ليس للكونغرس القوة القدرة لفرض العقوبات جديدة على إيران ولذلك أنا أعتقد أنه التهديد من قبل الجمهوريين في الكونغرس هذا نعم من العوبة السياسية الداخلية وليست جادية جادية سيد حسن لماذا تعتقد الإيران أيضا أن أي اتفاق سيتم التوصل إليه سيحل أو يفرج باقي الملفات في المنطقة أو ينعكس إجابا على قضايا المنطقة وكأنها تقول أنها تملك عدد من الأوراق في هذه القضايا أو في هذه الملفات هي أيضا من جانبها يعني ترسل إشارات بأن الموضوع سياسي وليس فني أو تقني نعم الولايات المتحدة الآن توصلت إلى هذه الحقيقة من تسوية الملفات الأمنية في المنطقة مثل مواجهة المجموعات الإرهابية تتطلب تعاونا من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية فالرسالة التي بعث بها الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى غائد الثورة الإسلامية تدل على أن الولايات المتحدة لديها قناعة بأن إيران لديها إمكانيات لتكون إلى جانب التحالف الدولي ضد المجموعات الإرهابية ولديها خبرة فيما يتعلق بضرب المجموعات ودحر المجموعات الإرهابية في المنطقة فلذا عندما يتم تسوية الملف النووي الإيراني ستكون هناك ملفات أخرى مثل ملفات الأمن وملفات المجموعات الإرهابية وإيران مستعدة بعد تسوية ملفها النووي ورفع العقوبات أن تتعاون مع المجتمع الدولي فيما يتعلق بمواجهة المجموعات الإرهابية في المنطقة خاصة في سوريا والعراق ولكن وفق أجندة إيران وفق سياسة إيران وليس وفق سياسة الدول الغربية وهذا ما يرى كثيرون صعب أن يخضع الغرب لما تريده إيران هل هناك خشية سيد حسن من أنه في حال تم التوصل إلى اتفاق أن تفتح ملفات أخرى لإيران من قبل الغرب كملف حقوق الإنسان مثلا يعني موضوع حقوق الإنسان هو أداة ضغط على كل الدول المستغلة ومنها إيران فموضوع حقوق الإنسان أصبح موضوع حقيقة مثير للسخرية لأن الولايات المتحدة الدول الغربية وحتى المؤسسات التي تدعي بالدفاع عن حقوق الإنسان تنظر إلى الموضوع حقوق الإنسان بنظرة مزدوجة فعندما يكون موضوع حقوق الإنسان في البحرين واليمن وباغي الدول الحليفة لإيران تغضي الطرف هذه المؤسسات وهذه المنظمات التي تدافع عن حقوق الإنسان تغضي الطرف عن مثل هذه الانتهاكات ولكن عندما يتعلق ببعض الدول مثل إيران تثير المشاكل لإيران وتغوم بطرح تغارير خالية من الحقيقة وبعيدا عن الحقيقة ومجانبا إلى الحقيقة والواقع الموجود في إيران فحقوق الإنسان ممكن أن يطرح ولكن إيران ترفض التدخل في شؤونها الداخلية فإيران ممكن قد يطرح يتم طرح موضوعات أخرى مثلا على صعيد لبنان أو سوريا أو العراق وباغ الملفات الأخرى ولكن إيران لا تريد أن ترضخ إلى هذه الضغوطات وتريد تسوية ملفها على حساب الملفات الأخرى أشكرك جزيلا سيد حسن هني زادة رئيس تحرير وكالة مهر الإيرانية حدثتنا من طهران كذلك أشكرك سيد ديفيد بولوك البحث في مؤسسة واشنطن لدراسات الشرق الأوسط حدثتنا من واشنطن لماذا هددت بوليزاريو بالكفاح المسلح ضد المغرب نعرف ذلك بعد الفاصل هذا الفاصل يتخلى له مجز للأنباء ابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد إلى العد العكسي عادت قضية الصحراء الغربية إلى الواجهة وارتفعت حدة التوتر بين المغرب والجزائر بعد خطاب ملك المغرب الأخير قال الملك إنه لا يكون هناك حل للنزاع بين البلدين حول هذه القضية من دون تحميل المسئولية للجزائر الطرف الرئيس في النزاع حسب قوله استعلت التصريحات بين الطرفين ورأى مراقبون جزائريون أن المغرب يفتعل من وقت لآخر الأزمات لتحويل الأنظار عن مشاكله الداخلية فيما رأى آخرون أن الصراع بين الجزائر والمغرب يخدموا بالدرجة الأولى مصالح الأنظمة الحاكمة في كل الدولتين ويمنع قيام الوحدة المغاربية السياسية والاقتصادية ما كان لافطا وخطيرا أيضا تهديد الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب بوليزاريو بالعودة إلى الكفاح المسلح ضد المغرب حيث قال وزير خارجية بوليزاريو إن الجبهة لا تزال متمسكة بالحل السلمي للقضية الصحراوية رغم ضغط الصحراويين للعودة إلى الكفاح المسلح لانتزاع الحرية والاستقلال ما معنى هذا الكلام؟ ومن المستفيد من توتير العلاقات بين المغرب والجزائر في وقت يواجه فيه البلدان أخطارا أمنية؟ وماذا عن دور كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في قضية الصحراء الغربية؟ معنا لمناقشة هذا الموضوع من الجزائر السيد الصادق بوغتايا عضو المكتب السياسي في جبهة التحرير الوطني أهلا بك سيد الصادق لماذا تفجر هذا الملف وعاد يطفو إلى السطح من جديد برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم تحيي لكل مشاهدي هذه القناة المحترمة أنا أعتقد أن التطورات الأخيرة والنرفز التي لدى أشقائنا في المغرب هي تعود إلى فشل الدبلوماسية المغربية في فرض رأيها عن المجتمع الدولي وأن الأمم المتحدة التي قررت بضرورة تمكين هذا الشعب الذي هو شعب الصحراء الغربية من حق يفتقر المصير هذه القضية منذ عام 63 في اللجنة الرابعة التي هي اللجنة السياسية الخاصة بتصفيت الاستعمار وصدرت فيها قرارات ومنذ نصف الأول من شهر أكتوبر اللجنة الرابعة التي فيها 193 أصدرت لائحتها المعروفة التي تؤكد فيها على ضرورة إيجاد حل سلمي عادل متفق عليه يمكن شعب الصحراء الغربية من حق يفتقر المصير النظام في المغرب يتهم الجزائر بأنها هي وراء قضية الصحراء الغربية قضية الصحراء الغربية جبت البوليزاريو حركة تحرق تكونت في عام 93 ضد الاستعمار الإسباني وقاومت الاستعمار الإسباني ولكن للأسف الشديد فيما بعد المغرب قام باحتلال الصحراء بقوة سلاح وشرد الصحراويين وبالتالي الجزائر ليست طرف في نزاع الصحراء الغربية كما يدعي المغرب وليست لها علاقة بهذا الموضوع كيف ليست لها علاقة والمغرب يؤكد أن الجزائر تدعم مباشرة جبهة بوليزاريو موقفنا يا سيدتي كبقية أعضاء هيئة الأمم المتحدة الـ 193 الذين أصدروا في الجمعية العامة قرار وفي اللجنة الرابعة قرار وفي مجلس الأمن قرار ويشرف السيد كريستفر روس المبعوث الأممي الممثل الشخصي لسيد بن كيمون على المفاوضات المباشرة كما تقول الأمم المتحدة في لوائحها بين طرفين نزاع جبهة البوليزاريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي والمملكة المغربية نحن نطالب بتطبيق القانون الدولي وقضية تصفيت الاستعمار هي قضية مفصلية ولا يمكن تجاوزها والجزائر ليسترف لأن القضية متكفل بها في الأمم المتحدة والأمم المتحدة لديها مبعوث يقوم بزيارة كل الأطراف ويشرف عن المفاوضات والجزائر قالت لنترك حق تقرير المصير للشعب الصحراوي إذا اختار الاندماج إلى المغرب فأهل وسهل إذا طلب الاستقلال أهل وسهل إذا طلب الحكم الذاتي أهل وسهل وليست لنا علاقة بهذا الموضوع بل لنا مبادئ تبقى للقانون الدولي بضرورة تمكين سكان الصحراء الغربية من حق في تقرير المصير حتى الأمم المتحدة عندما حول لهذا الملف قالت لا توجد علاقة سيادة بين المملكة المغربية والمجموعة الموريطانية ولا روابط وبالتالي حق لسكان هذا الإقليم التي صحراء الغربية من حق المفتقر المصير تبقى لله 14-15 التي تقرب بحق الشعب المفتقر المصير الافتراءات انت عاشقانا في المغرب لو عادوا للواقعية لا كانت الأمور أفضل لا ولكن المغرب أنت تعرف سيد هل تعلمين سيدتي أعود بك إلى الماضي أن السيد جيمس بيكر المبعوث الأول لهذه القضية قدم استقالته وقال لمجلس الأمن إذا ما أردتم تطبيق القارات لابد أن تفردوا على المغرب تطبيق هذه القارات لا لا في الواقع عفوا حتى لا نبعد أو نكون مجافين للحقيقة جيمس بيكر ما قاله بالتحديد هو طرح أربع نقاط في الواقع الحكم الذاتي وهذا ما يريده المغرب القيام باستفتاء تقسيم الصحراء بين المغرب وبوليزاريو وانسحاب الأمم المتحدة من الملف وهذه النقطة هي الأخطر كانت برأيه يعني هو ترك الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات مدامة الجزائر تقبل إذا تم القرار بالحكم الذاتي لماذا ترفض ما يقوله المغرب الآن وهو الحكم الذاتي لسكان الصحراء دعيني أقول لك أولا سيد جيمس بيكر في هيوستن تم توقيع اتفاقية بين الوفد المغربي برئاسة عبداللاتيف الفنالي ووزير الخارجي وكبار قادة الجيش وجبت البوليزاريو بقات محفوظة علي بيبة رحمة الله عليه وحددوا عدد المصوتين والآليات والإجراءات التي تمكن سكانها الأقليم من حق في التصويت وبأثة المينيرسو التي هي تشرف على الانتخابات وقامت بتحديد الهوية هو من أجل الإشراف على الاستفتاء جيمس بيكر دار اقتراحات ولكن في ناية المطاف قام بالإشراف على توقيع الاتفاقية عدد المصوتين والآليات والإجراءات المغرب لم تلتز بالرغم أنها وقت على ما تم الاتفاق عليه عادوا إلى المغرب وقالوا لا نقدم هذه الصحراء إلى الشعب الصحراوي على طبق من ذهب الجزائر لم تتدخل لا في المفاوضات ولم تفرض في يوم من اليوم على جبهة البوليزاري والقرار وقلنا لا يمكن لي ذراع الجبهة البوليزاري ولا لي ذراع الشعب الصحراوي نحن ومع الشرعية الدولية والقانون الدولي والأم المتحدة متكفلة بهذا الموضوع إذن لي يتركوا الأم المتحدة أن يتم تطبيق قراراتها سيدتي منذ النصف الأول من شهر أكتوبر الماضي 193 دولة في اللجنة السياسية الخاصة بتشفية الاستعمار صوتوا على لايحة تقرب حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وأنا كمتابع سياسي ومتابع لهذا الملف وملفات المغرب العربي المغرب عندما فشلت دبلوماسيته على المستوى الدولي لا توجد دولة في العالم اليوم تعترف بشرعية المغرب على الصحراء الغربية بل حتى الولايات المتحدة المدة الأخيرة الرئيس أوباما راسل الملك المغرب وقال له بسرع العبارة لا تنتظر مني دعم إلى المملكة المغربية فيما يتعلق بالقانون الدولي في الصحراء الغربية ولكن المغرب يبدو أنه مصير نعم طيب اسمح لي أن نفسح المجال أيضا لوزوة النظر المغربية معلش سيد الصادق معنا دكتور ميلود بالقادي المحلل السياسي أستاذ العلوم السياسية في جامعة محمد الخامس أكدال أهلا بك دكتور ميلود تفاجأ البعض مساء الأنوار تفاجأ البعض باللهجة الحادة والصريحة والمباشرة من ملك المغرب تجاه الجزائر وتحميلها مباشرة المسئولية عن ملف الصحراء الغربية لماذا لا تعطى الديبلوماسية مجالها ويعطى الصحراويون من جديد حقهم في إبداء كلمتهم كما تنص على ذلك اتفاقيات الأمم المتحدة وال193 دولة التي تحدث عنها قبل قليل ضيفي سيد بوغطايا أعتقد أن الأخ بوغطايا له معطيات تقريدية متجاوزة أما بالنسبة للخطاب الملك المغرب أنه خطاب أولا ليس لهو أول خطاب يذكر الززائر الشقيقة بمسؤوليتها التاريخية والأخلاقية والسياسية في قضية الصحراء المغربية لا أحد الآن يناقش مسؤولية الززائر هذه حقائق لا تحتاج إلى أدلة مسؤولية الجزائر عن ماذا دكتور ميلود أولا عن خلق كيان كيان مفتعل على أراضيها نطرح السؤالا واحدا هل في القانون الدولي وفي العلاقات الدولية يمكن أن تؤسس دولة على أراضي دولة مستقلة هي الجزائر هو شعب يطالب بحق تقرير بحقه بتقرير المصير وهذا ما جاراه فيه أو وافق عليه الكثير من المبعوثين الدوليين بالمناسبة والأمم المتحدة هذا ليس اختراع جزائري يفترض نعم أعتقد أنك ربما لا تفهمنا جيدا مفهوم تقرير المصير تقرير المصير له معاني متعددة فإذا كانت تقرير والله أنا أفهم جيدا ما معنى تقرير المصير يا دكتور ميلود ولكن المغرب هو من يعترض على ذلك هو يقول أو يذهب باحتمال الحكم الذاتي ويؤكد أن تقرير المصير لن ينجز لا أولا تقرير المصير يمكن أن تمنحه جزائر للبوليزاريو على أراضيها هذا شأنها أما المغرب فهو موجود في أراضيه أراضيه التي تدل كل الواقع أنها أراضي مغربية الفرق بيننا وبين الشقاء الجزائري القادية الصحراء في المغرب هي قادية إجماع وطني ليس قادية الملك ليس قادية شعب مدام فيه إجماع لماذا لا يعمل باستفتاء مثلا أو يتم طرح الموضوع كاستفتاء يعني نحن الآن المغرب يجب أن نفرق بين التفاوض لإيجاد حل النهائي كما يريد المغرب وبين التفاوض على مبدأ السيادة يجب أن لا نختش شيئين المغرب حين يتفاوض فهو يتفاوض لإيجاد حل النهائي السياسي مع الززائر نحن ليس في أدهاننا كيان اسمه بوريزاريو الكل يعرف أن سيدتي اقرأ التقارير الدولية الصادرة بالأمس فالززائر هي الطرف الأساسي من يمول البوريزاريو من يمدها بالأسلحة من يدربها من هو محامها من هو مدافعها يجب أن لا لاستبلد الشعوب مع الأسف الززائر بوريزاريو لا وجود له إلا في المخيلة الجزائرية مع الأسف لو سلمنا جدلا بما تتفضل به لماذا انتقل النزاع أصبح بهذا الحجم وانتقل إلى الأمم المتحدة لتبد فيه إذا كان فقط هو بالمخيلة الجزائرية نعم أولا يجب أن نؤكد أن قضية صحراء المغربية آتت في حرب في حرب الباردة ونعرف نعرف 1975 كيف كانت العلاقات بين أمريكا وروسيا نعرف أن من أسس بالفعل من ورّت الجزائر هي مورّتة من ورّتها الجزائر هو النظام الليبي فالآن الجزائر تنفق أكثر من 300 مليار على قضية تعرفها خاسرة المغرب يجب أن يكون واضحا الخطاب الملكي كان واضح 300 مليار على ماذا؟ 300 مليار دولار على السلحة على دعم على دعم البوليزاريو هذا بحاجة إلى تطقيق بكل الأحوال سيد بوكتايا ربما يجيب عنه ولكن هل صحيح أن المغرب لا ينظر بعين الرضا إلى كريستوفر روس المبعوث الأمريكي إلى المغرب إلى الصحراء الغربية عفوا هل صحيح أن المغرب يعني غاضب من كريستوفر روس أو من مواقفه المغرب ليس غاضب ولا فرحان نحن نطالب أولا بالمبعوث الأممي يجب أن يكون المبعوثا محايدا يجب أن يكون مبعوثا موضوعيا يجب أن لا تكون تكون يعني أموال البترول الكل يعرف يا سيدتي يعني يجب أن نسمو الدول التي تعترف بجرات بوريزاريو كلها الدول فقيرة جدا تدعمها الززائر تشري تشتري أنظمة فاسدة فاشلة لتغطية الآن أعتقد أن اليوم أولا العالم يذهب نحو تكتل العالم يذهب نحو التجمع فالجزائر أولا إدارة تحل بوريزاريو يجب أن تحل مشاكل الداخل تكلمني عن المغرب قبل أن تكلمني عن الجزائر لو سمحت هناك من يقول أيضا أن المغرب يخرج من وضعه الاستماعي والاقتصادي الصعب يحول الأنظار عن هذا الوضع من فترة إلى أخرى ويفتح من جديد ملف الصحراء الغربية هذا أولا ولم تجبني على مسألة كريستوفر روس المغرب لا ينظر بعين الرضا لماذا يعتبره غير محايد لأن كريستوفر روس معروف أولا نحن لا نتكلم عن كريستوفر روس كشخص نحن نتكلم عن كريستوفر روس كمؤسسة دولية يجب أن تحترم مطاق أمم المتحدة شو المطاق؟ هي الحياد الموضوعية ليسأل سؤالا بالله عليك اذهب الآن وضع الحقوق بالصحراء المغربية الآن جزائر ممنوع على أي منظمة دولة حقوقية أن تصير أن تضع رجلها في الجزائر الآن البوليزاري هي تكنة عسكرية مولطرة والله أنت لا تجيبني عن السؤال في الواقع أنا أسألك عن كريستوفر روس لماذا هو غير محايد؟ ما دخل الجزائر ومنظمات الحقوقية لأنه لا ينقل الوقائع بأمانة لا ينقل الوقائع كما هي في الواقع لا لا يصي في الوقائع كما هي بل يصف ويؤولها بكيفية تخدم أجنبات الزائرية أصبحت واضحة جدا أنا أشكرك بكل الأحوال سيد دكتور ميلود بالقادية المحلل السياسي حدثنا من الرباط قبل أن أنتقل إليك سيد صادق بوغطايا سمح لي أن أوضح بعض النقاط فيما يتعلق بالصحراء الغربية المشاهد الذي ليس على دراية كافية ببعض الأرقام تقدر مساحة 284 وهناك من يقول 266 ألف كيلومتر مربع فيها اختياطات واعدة من النفط والغاز والفحم الحجري 9% من اختياط الفوسفات في العالم فيها أكبر وأغنى حوض للتروة السمكية في أفريقيا إسبانيا انسحبت منها بـ 28 شباط عام 76 بعد توقيع اتفاقية في الرابع عشر من تشرين الثاني عام 75 تنازلت إسبانيا فيها عن الصحراء لكل من المغرب وموريتانيا بوليزاريو أعلنت رفضها لهذه الاتفاقية وطعنت فيها أيدتها في ذلك الجزائر أريد لو سمحت أن تجيبني وتجيب المشاهد في الواقع سيد صادق على 300 مليار دولار التي تحدث عنهم دكتور ميلود وعلى الدعم والتمويل الجزائري لبوليزاريو وهذا الكلام ليس للمرة الأولى يخرج على وسائل الإعلام كيف تضحد الجزائر بالدليل والإثباتات كل هذه الاتهامات داعيني سيدتي قبل أن أجيبك على هذه النقطة حتى أضع النقاط على الحروف أولا قضية الصحراء الغربية في عام 1972 بين الرئيس الراحل هوري أبو مدين الملك الحسن الثاني والرئيس الموريطاني ومختار ولداد رحمة الله عليهم في ثلاثة وقعوا اتفاقية مفادها بضرورة الضغط على أمم المتحدة لتمكين سكان الأقليم من التعبير على رأيهم بكل حرية في عام 1973 في نواديب وفي موريطانيا تم توقيع اتفاقية بين الرؤساء الثلاث للضغط على أمم المتحدة ولكن في عام 1974 في مؤتمر القمة العربي بدفع منه الرئيس رئيس فرنسا قال للمغرب مختار ولدادا وهذا منشور في كتاب بمذكرات مختار ولدادا بتم اتفاقية بالليل بأن تقتسم موريطانيا والمغرب الصحراء الغربية إذا كان المغرب يقول الصحراء الغربية هي جزء من أراضي المغربية بالرغم منه هذا فندته معكمة العادة الدولية والأمم المتحدة كيف يقتسمها مع موريطانيا ووقع ما يسمى باتفاقية ماتريدة التي سقطت برحي المختار ولدادا إذن اليوم الجزائر موقفها واضح لأن موقفنا مش تحت طرابيزة قلنا نحن مع القانون الدولي ومع قرارات الأمم المتحدة والقضية متكافل في الأمم المتحدة وهي قضية سفيت الاستعمار وقضايا سفيت الاستعمار لا يمكن تجاوزها وهي لا تختلف سيدتي على قضية طيمور الشرقية عندما انسحبت البرتغال من طيمور الشرقية أندونيسيا احتلتها ولكن في إطار القانون الدولي اعترفت البرتغال وحصل استفتاء واليوم طيمور الشرقية هي عضو في الأمم المتحدة إذن هذه 300 مليار دينار أو دولار أو ما قال لناشي المبلغ الجزائر لم تعطي أولا جابت البوليزاري وعضو في الاتحاد الأفريقي وهي من مؤسس الاتحاد الأفريقي وعضو في البرلمان الأفريقي في 80 دولة في العالم معترفة بها من فنزويلا إلى جنوب أفريقيا إلى نجيل أكبار دول الأفريقي معترفة بها وجزء من أمريكا اللاتينية فنزويلا و3 أو 4 بلدان في أمريكا هؤلاء جميعهم يقدمون دعو إلى جبهة البوليزاري وعلى المستوى الدبلوماسي والمادي والمعنوي ويدافعون عنها واليوم في مدريد هناك مؤتمر دولي باسم الاتحاد الأوروبي تحضرها أكثر من 500 وفد من جميع القارات يطالبون من الأمم المتحدة بضرورة الضغط على المغرب من أجل حق المفتق المصير والرئيس البوليزاريو عندما يهدد لأن في مؤتمر البوليزاريو قالوا نحن نتبع لهم المتحدة حوار دبلوماسي حوار هادي وشعب الصحراوي هو شعب مسالم يطالب إسمح لي أن أمر على بعض المشاركات والحكم الذاتي هل يعقل أن يحتل أرض ليست أرضه ويعتدي على شعب ليس شعبه ويقول الحكم الذاتي لا هو يقول أنه هذا من ضمن سيادة المغربية وستمعت إلى دكتور ميلود وهذا أصلا الخطاب الرسمي المغربي أنه لا هو اعتداء ولا هو احتلال ولا شيء من هذا النوع هي سيادة أو أراضي مغربية طيب اسمح لي أن أمر ستجيب اسمح لي أن أمر على بعض المشاركات على الفيسبوك لو سمح سليمان المغرب يقول الصحراء مغربية منذ القدم علي الجزائر يقول صحراء غربية ليست مغربية مشاركة أخرى لإنشنا نيل لأن المغرب لا يعترف بأمم المتحدة أو اتحاد الأفريقي أو إسبانيا لو كانت هناك أمم المتحدة لما رأى العالم أن الفدود بين المغرب والجزائر مغلقة منذ 20 عاما اليوم الدول المغرب العربي بأمثل حاجة سيد صادق لتوحيد جهودها والبعد عن كل ملفات التوتر بسبب ما تشهدوا المنطقة غريب هي مفارقة أن نشهد تفجر لهذا الملف في هذا التوقيت بالذات ودور الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي هنا نحن في الجزائر هذا مطلب الأجيال بناء اتحاد المغرب العربي ومغرب العربي نظر لمساحة المنطقة وعدد سكانها وثارواتها وخيراتها وهذا مطلب ما زلنا متمسكين به وحتى إعلان اتحاد المغرب العربي شرع فيه في قمة الزيرالدة حيث طلبت الزير بضرورة وضع اللبنات الأولى لبناء مغرب العربي وتم الإعلان عنه في مراكش ولكن أشقانا في المغرب هم الذين جمدوا اتحاد المغرب العربي وعطلوا المزل الشورى لمدة خمس سنوات لم يعينوا الأعضاء بالرغم من أننا نحن نقول هذه القضية في الأمم المتحدة طبقوا قرارات للمتحدة ومعنا حتى مشكلة لكن الإخوان في المغرب رافضونا ويتهمونا الجزائر الجزائر سيدتي ليست لنا أطمع لا خارج حدودنا ولن نفكر في الاعتداء على دولة ولسنا دعاة حرب ولا نريد ندخل في أي حرب وجيشنا الوطني الشعبي هو من أجل حماية الجزائر وحدودها وسيادتها والجزائر اليوم متكفلة بعمل دبلوماسي إقليمي دولي فيما يتعلق بالوضع الإقليمي في مالي وفي ليبيا وفي تونس ويتبذل جهود باعتراف الأم المتحدة وباعتراف الولايات المتحدة وأوروبا وقالوا معنى كل ذلك دولة محورية رئيسية معنى كل ذلك أن الحدود مرحليا في هذه المرحلة ستبقى مغلقة إلى أجل غير مسمى بالرغم من كل ظروف التي تمر بها المنطقة بأقل من نص دقيقة لو سمحت هو هو حل قضية الصحر الغربية هو حل سهل جدا لو تمتثل المغرب للقانون الدولي وقارات الأمم المتحدة الجمعية العامة اللجنة الرابعة مجلس الأمن مبعوث الأمم المتحدة لماذا رفضوا كريستفر روس لأن كريستفر روس لما جاء قال لابد أن أزور الأراضي الصحراوية المحتلة فالعيون والدخلة وصمارة وبجدور وراح غصبا عن المغرب والتقى بالصحراويين واشتكوا له في السنة الماضية في عفرين السيدة قدم توضيح أن كريستفر روس غير محايد يعتبره المغرب لأنه أيضا لا يسمح له بالدخول إلى الجزائر والوقوف على حقوق الإنسان هذا موضوع آخر بكل الأحوال كريستفر روس هو مكلف بالصحراء الغربية وليس بالجزائر كريستفر روس هو مكلف بأن يتصل بالصحراويين ويلتقي بالصحراويين وقال نزور الأراضي المحتلة المغربة رفضت واثارت فائرتهم وطلبت من الأمم المتحدة يلغاك أشكرك جزيلا قالت هذا ممثل الأمين العام بن كيمون وهو أمريكي دبلوماسي محنك ليدعوه يعمل عملا ووصول إلى حل سلمي عادل يمتفق عليه يمكن شعب الصحراوي شكرا جزيلا من الجزائر عذرني انتهى وقتنا تماما سؤال الاستفتاء لهذا الأسبوع هل تخشى أن ينزلق اليمن إلى صراع مذهبي ننتظر إجاباتكم الأسبوع المقبل أما سؤال الأسبوع الماضي فكان ما هدف التحالف الدولي ثلاثة احتمالات القضاء على داعش والتنظيمات المتشددة 2% فقط أضعاف النظام السوري 9% أما الأغلبية الساحقة تقسيم سوريا لاحقا 89% من يعتقد أن الهدف من التحالف هو تقسيم سوريا لاحقا هل ستنجح اليونسيف والصحة العالمية في القضاء على شلل الأطفال وما خطورة التهاب الكبد الوبائي المنتشر في بعض مقيمات النازحين السوريين في لبنان بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم مشاهدين من جديد إلى العد العكسي استقصال مرض شلل الأطفال في الشرق الأوسط هدف بدى ضروريا وملحا لمنظمتين يونسيف والصحة العالمية لهذه الغاية كان المنتدى الإعلامية الذي عقدته المنظمتين في السابع من نوفمبر الجاري هنا في بيروت تحدثت المديرة الإقليمية لليونسيف عن إحراز تقدم هائل في احتواء المرض خاصة فيما يتعلق بسوريا مشيرة إلى نجاح المنظمة في الوصول إلى الأطفال في المناطق التي يصعب الوصول إليها ومع ذلك تضيف المسؤولة الدولية أن الكثير من الأطفال ما زالوا معرضين لخطر الإصابة بالشلل بسبب النزاع الحالي على الرغم من انخفاض حالات الإصابة بالمرض إلى 99% ما هي الدول التي استهدفت حملات التلقيح ضد شلل الأطفال وهل ستستطيع القضاء نهائيا على هذا المرض وهل للأباء والأمهات دور في تقديم المساعدة من أجل مكافحته معنا هنا في الستوديو للحديث عن هذا الموضوع دكتور محمد عيتاني رئيس قسم الأطفال في مستشفى نجار في بيروت والمشارك في حملة تونيس في الاستقصال شلل الأطفال أهلا بك معنا دكتور محمد أولا قبل أن نتحدث عن الحملة ما هو فيروس الذي يصيب الجسم ويتسبب بشلل الأطفال شلل الأطفال هو فيروس تابع لمجموعة فيروسات نسميهم انتيروفيروس يعني فيروسات بتصيب الأمعاء أكثر شيء إنما هو ما بس بيوقف بالأمعاء إنما بيعمل مثل رشح أول شيء قريب عابر بعدين بيصير في عنا شوية إسهال بعدين يسبب الفيروس بيطلع عن طريق الأعصاب بيقعد بمناطق معينة بالعمود الفقري وبيعمل تلف للعضلات للأعصاب اللي بتعطي العضلات أكتر شيء العضلات الكبيرة بالجسم والقريبة نسميها نحنا بروكزيما المسلز مثل الكتاف والإجران ونتيجة هالشي هذا بيصير فيه شلل بهذه العضلات في بعض الحالات بيتطور المرض عندهم قريب يصير يعمل شلل بعضلات التنفس كمان بيصير فيه كسور بالتنفس في بعض الحالات الفيروس ممكن يعمل تهبات بالسحاية بالدماغ عند الأطفال وكمان ممكن يعمل وفاة وفاة ممكن يعمل إعاقات فكرية ممكن يعمل إشياء كتير مثل ما ذكرت لحضرتك إن الإصابة بيشلل أطفال ما كلها بتكون متجانسة مشكلة الأطفال بينصابوا بنفس الحدة حتى في بعض الأطفال ممكن بيجيوا إن شاء الله أطفال من غير ما يصير معنى أي أعراض عصبية إنما الإصابة فيه إصابة كتير خطيرة معضية وبأدى معضية وبعدين بأدى لإعاقة بالضل مع الإنسان كل العروف نحن نتحدث دكتور عن الأطفال ما دون الخامسة نحن نتحدث عن مرض شلل الأطفال بشكل عام واللي هو عادة بيصيب الأطفال أكتر ما بيصيب الكبار لأنه خلال فتراتهم هني وصغار هذول الأطفال بيكونوا تعرضوا لها الفيروس هذا وجهز المناعة عمل مناعة ضد هالفيروس هذا فإصابتهم ككبار بتصير نسبيا أليمي طيب بكل الأحوال هناك حملة يعني قامت بها منظمة اليونسيف والصحة العالمية وطبعا بالتعاون مع وزارة الصحة اللبنانية دعنا نشاهد جزء من هذه فيديو الصغير من هذه الحملة ثم نعود نعم نعم موسيقى موسيقى نقطتان لأقدام تنبط الحياة يدا بيد نضع لشلل الأطفال حد لقحوا أطفالكم مع كل حملة لحمايتهم في الدول التالية معبر الفيديو في الواقع ما دور هذه الحملات تتوجه للمجتمع بشكل عام وللأهل بشكل خاص أنتم في هذا المجال كيف تتوجهون للأهل وإلى أي مدى لمستم اهتمام بلبنان وبغير لبنان وتجاوب من قبل الأهل الحمل الوطني لمكافحة شر الأطفال منا هلأ هي إلى سنوات في لبنان موجودة ونسبة التجاوب معها كانت متفاوطة في لبنان وهي لما تصير الحملة لا تصير بس في لبنان إنما تصير بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأنه من ناحية الوبائية هذه المنطقة كلها متصلة ببعضها في كتير ناس بتروح من عندنا لعندهم والمنطقة هاي بتشمل البلاد مثل نيجيريا مثل أفغانستان مثل باكستان حيث هناك في حالات شر الأطفال كانت عمالة ينعمل لها ريبورتين فمن هون كانت أهمية القضاء على شر الأطفال بمنطقتنا وكمان بالعالم الاهتمام بالقضاء على شر الأطفال بالعالم بدأ من سنة 1988 بمجهود باليونسيف والو اتش او ومؤسسات خاصة بأمريكا وهيدي قدت لقضاء على شر الأطفال بالمدن والبلدين المتقدمة فضل في عنا بقر صغيرة عم بيكون فيها شر الأطفال بالمناطق تاعيتنا هلأ نحنا بلبنان كلبنان من المناطق الموجودة بالمنطقة اللي فيها أعلى نسبة أو مش أعلى من أعلى نسبة التلقيح إنما هل هذا شيء كيف؟ ويقال إنه لبنان خالن من شر الأطفال من 13 سنة تقريبا 12 سنة ما في عنا ولا حالة شر الأطفال عم نعملها ريبورتين نحنا بوزارة الصحة في عنا جهاز ترصد وباء كتير نشيط يعني بيأخذ ريبورتين من كل الدوائر الصحية موجودة بالمناطق ومستشفيات الكبيرة عن كل حالات شلل الرخى والحاد اللي بتصير باللبنان والحالات اللي بنشك فيها إنه ممكن تكون تشبه الشلل تندرس بالتفصيل ومن شان هيك هذا يحسب لوزارة الصحة صحيح وفينا نقول ونحن كتير واسقين إنه باللبنان ما في عنا شلل أطفال ريبورتين من 12 سنة وجاي من 12 سنة وجاي لأنه نحن بدين نهتم من 12 سنة حملتكم تستهدف فقط لأمور سريعا على الدول سوريا العراق لبنان الأردن مصر تركيا وربما هناك دول أخرى وتستهدف تلقيح 20 مليون طفل وصلتم إلى هذا العدد؟ نعم يعني بمصر لوحدة 15 مليون طفل صحيح نحن نخذها نسبيا لكل منطقة بمنطقتها نعم نحن نخذها كعاديا أنه كل منطقة من المناطق هدول المفروض توصل لتلقيح يتجاوز 90% من عدد الأطفال موجودين بهذه المنطقة بهذه البلد هيدا فمصر وصلت إلى 15 مليون هذا شيء كتير جيد نحن بلبنان بحسب خبراتنا السابقة كنا نوصل لفقر 90% بالمناطق البعيدة بالمدن كنا نوصل لفقر أقل من 90% نعم وهنا كان فيه شوية أسباب إذا تحب أقولها تفضل أنه كان لقاح شل الأطفال فماوي غير متوفر لأطباء الكطاع الخاص عن طريق الفم عن طريق الفم فالسنة هاي وزارة الصحة سماحت لأطباء الكطاع الخاص بالحصول على لقاح الأطفال فماوي أطاعوا للمرضى طبعينهم مجانا فصار كل طبيب أطفال ما في عنده أي سبب يقول أنا ما عندي الطعم ما فيني أعطيه صار فيه بأي بسهولة جدا يطلب من أي مستوصف أو أي مركز صحي أتابع للوزارة قريب منه شل الطعم لقاح شل أطفال فماوي ويحصل عليه ويعطيه للمرضى طبعينه اللي عملهم تحت الخمس سنين خلال حملية التلقيح اللي بتقوم في الدولة وهذا ما جرى بالفترة الأخيرة بكل أحوال لن نستطيع أن نتوقف عند شل الأطفال من دون أن نتوقف أيضا عندما يجري من تفشي لأوبئة منها الكبد الوبائي بالتهاب الكبد الوبائي خاصة بمخيمات النازحين السوريين خطر جديد في الواقع وجد يواجه النازحين السوريين في لبنان خاصة الموجودين منهم في أرسال التهاب الكبد الوبائي خاصة لغاية الآن أكثر من 180 إصابة والبعض يتحدث عن أضعاف هذا الرقم نحن نتحدث عن الفئة A من المرض الذي يعتبر أقل خطورة من نظيريه B وال C وزارة الصحة اللبنانية تقول أنه عالجت لغاية الآن حوالي 274 إصابة منذ نهاية عام 2013 نصف حالات الإصابة بعرسال 10% منهم دون سن العشر سنوات 70% منهم من السوريين 15% من اللبنانيين ومن تبقى غير معروف القيد اسمح لي دكتور محمد أن أنتقل إلى دكتور قاسم مزين رئيس الهيئة الطبية في عرسال دكتور قاسم البعض طالب بإعلان طوارئ في بعض مخيمات النازحين خاصة في عرسال نتيجة تفشي هذا الالتهاب أو هذا الفيروس حدثنا عن الوضع الآن مساء الخير الحقيقة الالتهاب الكبد انتشر بشكل كبير بالثلاث أشهر الأخيرة قبل كنا نواجه حالات فردية بس بالفترة الأخيرة في مخيمات وفي خيام وفي عائلات انتشر فيها صار تحول من الحالات الفردية إلى وباء الشهر الماضي التي توسق ونحن في مشفى الهيئة الطبية 182 حالة هذه اللي أجريها لها الحالة الكاملة فيه بالمشافي الثاني وحتى فيه بالمراكز الصحية اللبنانية كمان خبرونا أن نفتح على أكمل لبنانيين الحقيقة صار الانتشار واسع وتحول لوباء في عشرة نعم طيب الآن كيف يعالج المرضى؟ يعني في مستشفيات أو يعني ينقلون إلى أماكن محددة؟ حتى الآن يستمر انتشار المرض نحن يوميا نفاهد حالات مجيزة الحقيقة أغلب الحالات لا تحتاج إلى دخول المشافي إلا المرضى اللي بيكون في عندهم إطياءات شديدة وفي عندهم وحن عام وبتحول إتهاب الكبد من إتهاب عادي مثله مثل الإنفلونزا إلى إتهاب كبد صائق وبيعدي لقصور بالخلية الكبد هل من وفيات جراء التفشي المرض؟ هل سجلتم حالات وفيات؟ لا الحمد لله حتى الآن لم تسجل أي وفيات لكن نحن سجلنا خمس حالات إتهاب كبد صائق وكانوا هذول كلهم أعمارهم طوال 15 سنة نعم اسمح لي فقط أن يعني أوضح أعراض هذا الفيروس إسفرار في العين ألام في أنحاء الجسم والمفاصل والبطن ارتفاع حرارة الجسم وتغير في لون البول يصبح البول داكنا طيب لماذا إذن تمت الدعوة إلى أعلان حالة طوارئ يعني ما دام أن الأمر ليس بهذه الخطورة دكتور قاسم الحقيقة لأنه الانتشار زاد بأعداد هائل هذا الانتشار مهما كان هذول الأطفال بدون يتعطلوا عن المدارس واللي عم يشتغل بدون يتعطل عن عمله هذا لذلك اعتبر وباء واعتبر حالي أنتم تتواصلون لا شك مع وزارة الصحة ليس كذلك وزارة الصحة في الواقع يعني مطلعة بما يكفي على الموضوع وتقول أنه عالجت الكثير كل الحالات تقريبا التي صارت منذ 2013 لغاية الآن نحن في برنامج الرصد اللي مثلا منذ الوزارة الصحة في لبنان نحن يوميا نقدم تقارير عن كل الحالات للأمراض المعبين بشكل يومي وبالأسماء وبالرقام الهواتف وأماكن اللي يعيشوا فيها والحقيقة كل الحالات تتابع والأماكن اللي يعيشون فيها للأسف تفتقد إلى المقاومات الأساسية للنظافة المياه الأوساخ أينما كان ونحن مقبلون على فصل الشتاء وهذا يجعل المسألة أعقد بكثير هل من خطط معينة أو تنون اتخاذ أي إجراءات كأطباء وكسكان يعيشون هناك الحقيقة هي انتقال الفيروس ينتقل عن طريق المياه والصرب الحقيقة عدم وجود صرف صحي في عرسال وعدم وجود شبكة مياه باستمرار هنه هدول الأساب الرئيسي اللي زادوا من حالة تفشي الأمراض وخاصة بالمخيمات مخيمات كلها بنيت بشكل عشوائي ما في صرف صحي نظامي لا يمكن تأمين مياه سليم 100% وذلك هذا الانتشار الواسع يعني صار في خطوات عديدة يعني وزارة الصحة والأمم يعني عم بعتوا حبوب لتعقيم المياه لكن هذا الشيء لا يفكي وبدأوا بتحسين الصرف الصحي ببعض المخيمات هو بطبيعة الحال يتطلب وقت دكتور قاسم بكل أحوال أنا أشكرك دكتور قاسم مازين رئيسة الهيات طبية في عرسال دكتور محمد عود إليك يقال أن الأمراض الجرثومية المنتشرة في لبنان هي نسخة تبقى الأصل عن تلك المنتشرة في سوريا ألا هذا صحيح منها الكبد الوبائي ومنها الشلل ربما يعني ما في شك أنه نحن نعيش في منطقة متجانسية فكلنا عايشين مع بعض ما في إحصاءات أكيد تثبت هالشي لحد ديت هلع بس أنه من ناحية النظرية اللي هتفضل في حضرتك ممكن يكون كتير صحيح طيب إلى أي الأماكن لم تستطيعوا الوصول بحملات التلقيح نعود إلى تلقيح ضد الشلل وإلى أي الأماكن كان في صعوبة بالوصول وتمكنتم من تطبيق الحملات هناك بسوريا تحديدا بما أننا نتحدث عن نزاع اليوم بسوريا حرب بالنسبة للبنان نحن قدرنا نوصل لكل الأماكن بالبنان وكما ذكرت لحضرتك حتى بالأرياف البعيدة كانت نسبة التلقيح تتجاوب 90% بعكس المدن لأنه كان فيه شوية أشخاص عندهم آراء وكان فيه صعوبة بالحصول على اللقاح بعد ذلك الوقت أما بسوريا فالعمال يتم هو استراتيجية تتبع اليونسوف مع منظمة الأمم المتحدة عادة الحملات بيصير بوقت محدد يكون أسبوع خلال هالوقت بتلقحوا كل الناس خلال السنة خلال السنة بيصير مرتين بالسنة بسوريا اللي عمال يصير أنه إذا ما أدروا يعملوا الحملة بالوقت المحدد هذا وقت ما يصير فيه وقف إطلاق نار أو إعلان هدنة أو أي شيء بتفوت بفوت الجهاز تلقيح على المنطقة بيكون بتلقيح كل الأطفال اللي عمروا تحت الخمسة سنة وبهيك عم يقدروا يوصلوا للهدف اللي هن يريدون يوصلوا له هو تلقيح أكبر عدد ممكن من الأطفال في المنطقة تيتجاوز الراقم 90% من الأطفال نعم نحن نتحدث فقط عن العاصمة نحن نتحدث عن كل الألاكن حتى عن الأرياف في سوريا نعم أشكرك جزيلا دكتور محمد دايتاني رئيس قسم الأطفال في مستشفى نجار هنا في بيروت أشكرك على هذه تريد أن تضيف فقط عن الكبد الوبائي أنتون أن تضيف تضيف أنا أحب أحكي بس عن سؤال حضرتك أنه سبب إعلان حالة الطوارئ صحيح الآن الريقان الألف هو عبارة عن مرض فيروسي صحيح أكيد لأنه فيروسي ما له أي علاج وعادة بمعظم الحالات بيكون مرض كتير خفيف وبسيط عند أطفال حتى ممكن ما تظهر الأعراض اللي حضرتك تفضلت فيها تظهر الأعراض عن بعض الأطفال وهذا ما بسموه قمة جبل الجليد لأنه في عدد ناس كتير بيكونوا نصابوا فيهم بس ما آثار معهم أعراض والحالات اللي بيصير فيها عندها التهابات قوية في الكبد أو مضاعفات أن الأطفال اللي بكون عندهم أصلا مشاكل في الكبد أو عم ياخدوا أدوية ممكن ضر الكبد خلال فترة إصابة المرض سبب الإعلان عن حالة الطوارئ هي حتى بس نلقي الضوء على المرض هذا والوقاية منه كتير بسيطة وهي عن طريق النظافة غسيل اليدين قبل الأكل والتحكم بمياه الصرف ربما تكون بسيطة ولكن في الظروف التي يعيش فيها النازحون تبدو صعبة أو معقدة حتى نأمن نأمن المجالات هذول أبعد الله عنا وعنكم وعن كل المشاهدين في العالم هذه الأمراض وأي نوع من الأمراض أنا أشكر دكتور محمد عيتاني رئيس قسم الأطفال في مستشفى نجار من جديد إلى هنا ومشاهدين نأتي إلى ختام هذه الحلقة من العدل العكس أشكر كل من سهم في إنجاز هذه الحلقة شكر الأكبر لكم على مشاركاتكم الدائمة أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة